السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتكلم على رموز اعطاء للتلاجة بيكو التركية. اه واسباب كل عطل. عطل اي زيرو يرمز لتلف حساس الفصل والتشغيل الموجود في موزع الهواء في الفريزر. ده محتاج تغيير. عطل اي واحد. اه ده تلف حساس المبخر الموجود على المبخر المكون من سلكين. ده يكون محتاج تغيير. اي تلاتة يرمز لتلف حساس الكابينة الموجود في موزع الهواء في الكابينة. برضو بيكون محتاج لتغيير. اي اربعة رمز لتلف سخان القويل او الكارتة. دي مشكلة في السخان بتاع القويل اللي هو الالمونيوم. اه او مشكلة في تواصلاته من الكارتة. عطل اي تمانية يرمز لتلف حساس المبخر المكون من اربع اطراف. اه برضو بيكون محتاج لتغيير. اي تسعة يرمز لتلف سخان الارضية الخاص بالصرف او السخان الورقي برضو. بيكون محتاج تغيير او الصرف في مشكلة حاجة سدقة. اه في تلاتات في البيكو بينور في الشاشة لمبتين. ده بيدل على تلف حساس المبخر. مكون من اربع اطراف. ده بديل اي تمانية. في بعض اه التلاتات البيكو. شكرا.